واحد من الشباب جاءني وانا في مسجدي في مكة جاء يسألني سؤال فوجدت انه من هذه المجموعة فجلست اناقشه فسألته عني قلت ايش انا في نظرك قال انت كافر قلت قل لا اله الا الله اولدي انا اعبد الله عادك في بطن مك وادعو الى الله من اربعين سنة واش تكفرني عليه ايش كفرت قال لانه تنطبق عليك احدى مكفرات نواقض الاسلام قلت وشي قال من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم كفر قلت انا اكفر المشركين من قال لك اني ما كفر المشركين ولا اشك في كفر المشركين قال هؤلاء قلت من قال الناس الموجودين قلت هؤلاء مسلمين ما هم مشركين كيف اكفر المسلمين الناقض يقول من لم يكفر المشركين وانا ما اكفر المسلمين انت اللي تكفر المسلمين قال ايش قلت نعم اقرى الناقض اقرى طلع الجوال وانه يقرى قال والله فاتت عليه قلت اصلها فاتت عليك هذه وغيرها تعلم يا ولدي حتى اني سألت عن قلت الشيخ عبدالعزيز عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ايش في نظرك قال هذا من اكبر الكفار ما هو كافر لا يقول كافر كبير قلت ليش قال لانه يدعو لولاة الامر هذا نفاق قلت ايش حكم الدعاء لولي الامر قال ما ادري قلت ما تدري وتكفر وانت ما تدري يا جاهل تدري ان الدعاء لولي الامر سمة اهل السنة وشعار اهل السنة نحن ما ندعو لولي الامر من اجل يعطينا ولا ناخذ منه دين عقيدة يقول الامام ابو الحسن البربهاري وهو امام اهل السنة في زمنه عاش في اواقر القرن الثالث واول القرن الرابع وله كتاب عظيم اسمه السنة حقق في رسالة علمية في جامعة ام القرى يقول اذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم انه صاحب سنة فاعلم انه صاحب سنة وان وجدته يدعو على السلطان فاعلم انه صاحب هواء بل الامام احمد امام اهل السنة والجماعة التي اطبقت الامة على امامته يقول لو اعلم ان لي دعوة مستجابة لصرفتها لمن؟ لولي الامر انا وانت لو اعلم ان لي دعوة بعطيها واحد ثاني لو قيل لي لك دعوة انت خاصة يلا مستجابة طوال يا ادعو لي لاني اناني لكن احمد بن حنبل لا نظرته ابعد واشمل يقول ادعي الولي الامر قيل له انظر يا ابا عبد الله ليش؟ قال ان دعوتي لي لا تتجاوزني ودعوتي لولي الامر تتجاوزه الى غيره اذ بصلاح ولي الامر صلاح الامة فلما قلت ذا الكلام قال ما درسونه هذا قلت من اللي يدرسك قال في النت عجيب الشيخ حقه النت وهذه الكارثة انك تتخذ من لا تعرف هو عالم ولا جاهل حتى ما لهم اسماء ابو محمد ابو فلان ابو بس كنا ابو محمد ابو بس